اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة حدثنا الاسبوع الماضي وما قبله مع خدمة بطرس خارج اورشالين ورأيناه في لدة وفي يافا ثم في قيصرية صنع معجزات في هذه الاماكن السلاسة في لدة شفا انياس من المرض في يافا شفا طليصة واقامها من الموت وفي قيصرية كانت دعوة كرناليوس واهل بيته الى وليمة الخلاص اعظم المعجزات رأينا في قيصرية مرحلة الاعداد التي كانت لبطرس نفسه ولكرناليوس كذلك ثم رأينا الاعلان مضمون الرسالة اللي قدمها بطرس في ذلك الحين اكمل معك صديق المشاهد من خلال سفر الاعمال اصحى عشرة والايات من 44 الى 48 لنرى الحصاد حصاد هذه الزيارة الكرازية المباركة لبطرس في بيت كرناليوس وكان معه اقرباء وانسباء يقول الكتاب من آية 44 فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القلس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس لان موهبة الروح القلس قد انسكبت على الامم ايضا لانهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعزمون الله حينئذ اجاب بطرس اترى يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القلس كما نحن ايضا وامر ان يعتمد باسم الرب حينئذ سألوه ان يمكس اياما ما اروح هذا اللقاء الصديق المشاهد وانت ترى عاما نعمة الله في هذا المشهد في لقاء المسيح مع نقي ديموس في محنى 3 اعلن الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من اين تأتي ولا الى اين تذاب هكذا كل من ويل دامنا الروح واضح ان هذا الامر تحقق مع كرنيليوس وانسباء واصدقاه قبلوا رسالة الانجيل اختبروا وفران الخطايا باسم يسوع وفي لقاء اخر للمسيح مع تلميذ قال لهم فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه لو احداشر تلتاشر وده اللي عملوا بالزبط الله مع الروح مع كرنيليوس والذين معه شاف قلب كرنيليوس يسأل وكانت الاجابة حسب غنى نعمته حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة وتتكرر نفس الظواهر اللي حدست مع اهل الختان في يوم الخمسين يتكلمون بألسنة ويعظمون الله كان المنظر هكذا مسيرا حتى تعجب اليهود الذين اتوا مع بطرس من يافا فلا غرابة صديق المشاهد العديد من المفسرين رأى ان هذا الذي يحدث هو يوم خمسين الامم وفي حديث الرسول بطرس وتعقيبه على المشهد قال كده ان يحن عمد بماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس قال ده في اصح 11 وآية 16 الغريب ان معموديتهم بالروح كانت سابقة على معموديتهم بالماء عشان كده تسائل الرسول بطرس اترى يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايضا اللي شافوا الرسول بطرس بعنيه وسمع باذنيه يشجعوا جدا على معموديتهم بالماء ادرك الحقيقة اللي الهالوا الرب في السابق ما طهره الله لا يستطيح هو ان يدنسه لقد طهر الله قلوبهم بالايمان ولم يميز بينهم وبين اليهود ده اللي قاله الرسول بطرس بعد كده في اعمال 15 آية 8 و 9 لا شك كان لحلول الروح القدس بهذا الشكل وبهذه العلامات المرافقة اهمية خاصة في ذلك الوقت وبالتالي ما فيش حد يقدر يشوف افضلية للكنيسة في اورشاليم عن الكنيسة في الامم وده اللي ترجمه الرسول بولوس فيما بعد في غلطية الصح 3 وآية 26 الى 29 لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وانسة لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ورسا ومن ترتبات النعمة الالهية صديق المشاهد وجود هؤلاء الاخوة الستة اللي من اهل الختان اللي اندهشوا لما رأوا ان مهبة الروح القدس انسكبت على الامم في نظرهم ماذالوا امم غير مختونين لكنهم لا يستطيعوا ان ينكروا ما رأوه بعينهم واسمعوه باذنهم اسكانوا يسمعونهم يتكلمون بالسنة ويعظمون الله الحقيقة هذا اليوم في بيت كرنليوس نقدر سميه يوم مصالحة بين اليهود والامم شكرا لله كان يوم كرنليوس هذا يوم حصاد بامتياز والرسول بطرس بسلطانه الرسولي وبالمفاتيح اللي اعطيت ليه من الرب دشا ابواب الملكوت امام الامم وما زالت الابواب مفتوحة امر الرسول بطرس ختاما لهذا المشهد التاريخي ان يعتمدوا باسم الرب وجاءت المعمودية كعلامة خارجية للنعمة الداخلية اللي حصلوا عليها وتلت معمودية الماء معموديتهم بالروح القدس وبعد ذلك مكس بطرس معهم اياما كانت بلا شك ضرورية لتعليمهم وتلمزتهم ثم اهتي للفكرة الاخيرة في اصاح 11 من سفر الاعمال اصاح 11 وهنا بنشوف ما سميته الدفاع الدفاع الرسول بطرس عن ما حدث في بيت كرنليوس في اصاح 11 هو يدافع عن ما حدث في اصاح 10 اصاح 11 والايات من 1 الى 18 سمع الرسل والاخوة الذين كانوا في اليهودية ان الامم ايضا قبلوا كلمة الله ولما صعد بطرس الى ارشاليم خاصمه الذين من اهل الختام قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلفة واكلت معهم دا الامر الرابع والاخير ولم يكن بالطبع في قيصرية بل في ارشاليم لكن انا جيد بهنا الارتباط الشديد بما قبله حدث فرح في السماء بسبب ما حدث في بيت كرنليوس زي المبدأ انه السماء تفرح بخاطي واحد يتوب كنا نتوقع ان الافراح تعم الكنيسة في ارشاليم ولكن واسفا بدل الافراح حدثت مقاسمة وكانت اخبار قيصرية ودخول كرنليوس والذين معه الى جماعة الايمان قد وصلت اليهودية فعلا وبعد ان مكس بطرس ايام في قيصرية عاد بالطبع الى ارشاليم واعتقد بطرس ان الاخوة في ارشاليم سيفرحون بقدوم وبعد الانجاز العظيم اللي استخداموا الرب لتحقيقه ان الامم قابلوا كلمة الله كان ربما انتظر يهنئونه بذلك ويشكرون الرب معا على التساع دايرة نعمته اللي تشمل الامم لكنهم الاخوة في ارشاليم خاصموه خاصموه والخصام حدث بالتأكيد بعد حوار وجدل معاه وخالصوا الى انه ارتكب جرم شديد لما خالط الامم واكل معهم خدوا بالكم لم يخاصموه بسبب كرازته ليهم ومعموديته اياهم لكن الكرازة والمعمودية عند هؤلاء التهوديين هي طبعا غير مقبولة فالدخول الى بيت كرناليوس من الاصل وكل ما تبعه مرفوض ويدعو للخصام شيء غريب لكن دا اللي حدث هذه الجماعة كانت تمثل اغلبية كبيرة في كنيسة أورشاليم هذه الجماعة اللي بتخاصم هذه الجماعة التهودية أتوا من خلفيتهم اليهودية ومعاهم عدد كبير من الكهنة أصبحوا مسحيين حقيقيين لكن هما ما زالوا بيتمسكوا ببعض أركان اليهودية كالختان والنموس والهيكل وهكذا والخطر من كل هذا انهم لم يدركوا ان الرسالة الجديدة بحسب تكليف الرب للرسل هي للعالم أجمع للخليقة كلها رأى هؤلاء ان الأمم يمكنهم قبور رسالة الخلاص فقط من البوابة اليهودية اذ عليهم ان يختتنوا أولا وكان على الرسول بطرس انه يقف مدافع ليس دفاعا شخصيا بل يدافع عن قضية ترتبط بمصير الكنيسة ومستقبلها الغريب انه في دفاعه لم يأتي بحجج وبراهين كثيرة تثبت موقفه كل ما عملوه هو سرد ورواية ما حدث وارجو انه لاحظ ان هذه الرواية تكررت بيد البشير لوقة ثلاث مرات الاولى ما حدث في بيت كرنليوس في عمال عشرة والتانية زي ما رواها كرنليوس للرسول بطرس برضو في عصا عشرة من آية تلاتين لتلاتة وتلاتين ودي المرة التالتة في عصا حد عشر من اتناشر الى اربعة عشر وهذا التكرار اللي قصده الروح القدس يظهر اهمية الحدث وكيف تم تدبيره بالكامل من الرم في دفاع بطرس قدم تلاتة ادلة ليؤكد صحة ما حدث الدليل الاول الرؤية الالهية قال لهم انا شفت رؤية ابتدى يشرح ليوم بالتتابع انا كنت في مدينة يافا فرأيت في غيبة رؤية وحكى قصة الملاءة اللي نزلت اليه تلات مرات وصوت من السماء اللي بيقول له قم ازبح وكل وبعدين حكى ليهم الاخوة اللي جم من عند كرنليوس وادرك بطرس بهذا ان الموضوع رؤية الهية من عند الرب وبطرس بيصلي وامامه كل هذه الامور لكنه شعر انه فيه يقين ودعوه اكيد من عند الرب تدعوه الى الذهاب الى بيت كرنليوس وقرر ان يذهب دون ارتياد ارتياب او تردد امر الروح القدس ان يذهب معهم غير مرتابا في شيء وبطرس اخبارهم كمان في دفاعه ان الملاك ظاهر لكرنليوس واعدوا وامروا انه يستدعيني وبطرس منسيش يشير الى الستة رجال الذين رفقوه من يافا الى قيصرية وكأنه عايز اقولهم ده كمان كان فيه شهود عيان من اخوة مؤمنين كانوا معايا ورأوا ما حدث تماما الرؤية الالهية ثم الدليل الثاني الموهبة بالسوية حكى بطرس في اصح 11 والايات من 15 الى 17 عن الموهبة التي اعطيت في بيت كرنليوس هي بالسوية كما لنا نحن يقول كده فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يحنى عمد بماء وام انتم فستعمدون بالروح القدس فان كان الله قد اعطاهم الموهبة بالسوية لنا ايضا مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر ان امنع الله موهبة المقصودة طبعا هنا هي حلول الروح القدس والرسول بطرس لا يقارن بين هذا الاجتماع في بيت كرنليوس كنيسة الامم وبين الكنيسة بصفة عامة في قرشاليم لكن المقارنة بين ما حدث في بيت كرنليوس وما حدث مع الرسل انفسهم في بداية سفر الاعمال اصرح اثنين والرسول بطرس بيشهد وسط المجمع المسيح الاول في اعمال خمستاشر عن الله العارف القلوب شاهده لهم يعني شاهد للامم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا فبطرس هنا في دفاعه بيأكد ان ما حدث امامه ورآه بعينيه وسمعوا باذنيه ما هو الا لتحقيق نبوة الرب قبل صعوده يحن عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير هذه المعمودية معمولية الروح تمت يوم الخمسين وتمت ايضا في بيت كرناليوس وبنفس العلامة التكلم بالسنا اذا الموهبة بالسوية الجانب الاخر في دفاع رسول بطرس هو الكلمة الحية قالوهم كل ما حدث كان بناء على كلمة حية من الله يقول وسمعتوا صوتا قائلا لي قم يا بطرس اذبح وكل ويقول مرة تاني فقال لي الروح ان اذهب معهم غير مرتاب في شيء وهو يكلمك كلاما كلام الرب بقى لنقيديمس هو يكلمك كلاما به تخلص انت واهل بيتك تيقن بطرس انه الان بينقل هذا اليقين في اوريشاليم ان في كل خطوة نحو تحقيق الهدف العظيم كانت من الله وبناء على كلمته الحقيقة الرب يكلم بطرس ست مرات قم يا بطرس اذبح وكل ده تلات مرات وكلام الرب اقنعه بهدف الرؤية وكلام الرب غير تفكيره من جهة الطاهر والنجس والروح هو الذي يكلمه ليذهب مع رسول كرنليوس والملاك هو اللي قال لك رنليوس ان يستدعي بطرس وهو يكلمك كلاما به تخلص انت واهل بيتك يقين بطرس كمان في سؤالين استنكاريين يقول لهم كده اترى يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح والقلس كما نحن ايضا وبعدين يسأل مرة تاني فان كان الله قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر ان امنع الله كل ما في الامر انه بطرس اطاع كلمة الله الحية ونطق الحية بهذين السؤالين تعبير عن ثقة الكاملة في ان ما حدث هو خطة الله الاكيدة لخلاص الامم يا لروعة انجيل المسيح وقوته كم من قلوب تغيرت احبائي في هذا الموقف كان التغيير المنشود هو كرنليوس لكن معاه تغير الانسباء والاقارب وتغير بطرس ايضا والرجال الستة الذين اصطحبهم معه واخر الكل تغيرت اتجاهات اهل الختان في قرشاليم وفتح الرب قلوبهم ليقبلوا اخوتهم الراجعين الى الله من الامم لانه في الاخر بعد ما سمعوا دفاع بطرس يقول الكتاب كانوا يمجدون الله قايلين اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة مجدل للرب انجيل المسيح يغير يغير الخطاط ويغير اتجاهات المؤمنين لتعلمهم وقيادتهم للافضل ومزال انجيل المسيح في هذه القوة اللي بتغير قلوب الكسرين وتغير قلوبنا لنمتلئ كل يوم من معرفة مشيئة الله ونعيش هذه المشيئة الرب اللي عمل في حياة كرنانيوس يعمل في حياتك صديق المشاهد الرب اللي عمل في قلب بطرس وقلب اهل الختان في قرشاليم يعمل في حياتنا حتى نتمم خدمتنا بفرح ونتمم سعينا بفرح لمجد إلهنا وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من الأسبوع القادم مع قصة الكنيسة استودعكم لنعمة القدير والرب معكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر